كيف تكونوا بخير ووحشيني جدا اليوم سوف نفعل نودلز جديدة و بطريقة مختلفة جدا و ب 2 جنيه و ليس نتكلف غير 2 جنيه السعر جدا و هتظهر علينا النتيجة التي ترى قدامكم طبعا اللون مثل النودلز الكوري و كمان حتى السمك بتاع النودلز ذات نفسها شبه النودلز الكوري بالظبط مفيش اي اختلاف و مش هنتكلف غير 2 جنيه بس طيب هنعمل كل الكلام ده ازاي اهم حاجة يكون متوفر عندنا في نودلز جديدة لسه نزلة اسمها ماربلة اها النودلز ديت ب 2 جنيه بس سعرها كويس جدا و هتظهر عليكم الكمية دي و كمان اللون دوت بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك و شير و سبسكرايب و فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد و يلا بينا نشوف النودلز دي هنعملها ازاي و هتظهر علينا الشكل ده ازاي و هتظهر علينا الشكل ده ازاي دلوقتي هنبدأ نعمل النودلز بتاعتنا بالطريقة اللي احنا متعودين عليها هنحطها في قلب الحلة و نستنى عليها كده لغاية ما تغلي بس أحب أوريكم السمك بتاع المكارونة ذات نفسها عاملة ازاي وشكلها تخينة مش رفيعة زي الاندومي لأ شبه النودلز بالزبط طبعا أنا استنيت عليها لما تغلي ونصيحة مني سبوها تغلي كمان شوية لأن هي سميكة مش شبه الاندومي خالص ومحتاجة وقت عشان تغلي فيه اكتر وتستوي اكتر طبعا أنا هصفيها من المية وهبدأ أحط البهارات بتاعتها اللي بيحب يبقى فيها شربة سبوها بالشربة بتاعتها بس حطوا شربة صغيرين ما تكتروش من الشربة خالص طبعا أنا لما هاجي حط البهارات تحاول أوزعها كلها في قلب النودلز بتاعتي وحط كمان الشطة وهبدأ بعد كده أقلب النودلز وعملها بالشكل ده كده وهحطها في الطبق ده شكلها بعد ما خلص بس طبعا ده مش الشكل النهائي بعد كده قدامي اختيارين لو حابين تسيبوها زي ما هي كده بالشطة بتاعتها مفيش اي مشكلة خالص لان الشطة بتاعتها قوية جدا تاني اختيار عندي هنا سوس النودلز الكوري ودي اللي هتخليها شبه النودلز الكوري بالزبط وهتديني اللون اللي انا عايزاه وهبدأ استخدمه طبعا في ناس كتير هتقولي طب انا مش عندي سوس النودلز الكوري ومش متوفر عندي طيب انا هبقى سيبلكو تحت لينك الفيديو ازاي تعملو بيه النودلز الكوري هتلاقوه تحت في صندوق الوصف اتفرجو عليه علشان تقدروا تعملو النودلز الكوري السوس بتاعها هتقدروا تعملوه في البيت من غير ما تشتروا السوس ذات نفسه هيبقى متوفر عندكو هتقدروا تعملو بيه النودلز وهتطلعها جميلة واللون اللي انتو عايزينه انا حطتها بس علشان تديني اللون مش اكتر لكن هي ذات نفسها الشطة اللي جاية معاها حرقة جدا جدا يعني ممكن ما تحتاجوش ان انتو تحطوا كمان سوس النودلز الكوري لان هي الشطة مايعادل 3 اضعاف الشطة اللي محتوطة في الاندومي فهي كويسة جدا وطبعا ده كان شكلها النهائي زي ما انتو شايفين كده لو عجبكو بقى الفيديو ما تنسوش تعملو لايك وشير وسبسكرايب وفعلو زر الجرس عشان يوصلكو كل جديد واشوفكم على خير باذن الله مع تجربة جديدة ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة